في خضم التوتر المستمر بين الصين والولايات المتحدة وبعد أعلان هندوراس قطع العلاقات مع تايوان جددت واشنطن انتقاداتها للسياسة الخارجية الصينية معتبرة أنها تقدم وعودا زائفة ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد قرار هندوراس قطع العلاقات مع تايوان بأنه قرار سيادي لكنها حذرت لضرورة الانتباه إلى أن الوعود التي غالبا ما تقدمها الصين في مقابل الاعتراف الدبلوماسي لا تفي بها في نهاية المطاف وقال متحدث باسم الخارجية نحن نشجع بقوة جميع الدول على توسيع المشاركة مع تايوان ومواصلة الوقوف إلى جانب الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية والالتزام بسيادة القانون